الحلقات الثامنة من مسلسلات رمضان كانت كلها حلقات لها أحداث مشوقة سواء العمل الوطنية أو الاجتماعية أو الكوميوديا اللي فاتوا حلقات بارح يتابع معنا ملخص لأهم أحداث الحلقات الثامنة من هذا الشهر التالي زي ما أنت قلت في مجموعة كبيرة قوي من الوجبات الدرامية الدسمة في شهر رمضان المبارك وخلينا نتكلم عن أبرز المسلسلات اللي كانت كتيبة 101 ورسالة الإمام والكبير قوي الجزء السابع وجعفر العمدة وسره الباتع وسوء الكنتو غيرها من المسلسلات اللي هنشوف ملخصها في السياق التقرير اللي جاي الحلقات التمنى من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة البداية مع مسلسل الكتيبة 101 واللي شاهدت الحلقة فيه استجواب الضابط خالد أو آسر يسين للإرهابي عيد أو حسني شتا بعد ما تم الأبض عليه وقال الضابط خالد إنه لو ما تعاونش معاه واعترف بمعلومات مهمة هيفرج عنه ويسيبه للإرهابيين بعد ما يبلغهم إنه تعاون معاه وهم هيتصرفوا معاه وبعد كده راح الضابط نور أو عمر يوسف للمستشفى عشان يستجوب الفتاة اللي وصلت هناك في حالة سيئة جدا لكن الطبيبة ميرنا نور الدين طمنته على حالتها الحكاية وما فيها إن إحنا طبيعي جدا إن إحنا نسألها عن جزء ودي حاجات إجراءات طبيعية وده عشان سلامتها هي قبل سلامتها أي حد تاني لو كده ماشي هي في خلال 24 ساعة حالتها تبقى مستقرة ساعاتها تداروا تتكلموا معاه شكرين جدا في الحلقة التمنى من الكبير أوي بدأ الكبير أحمد ميكي في البحث عن مربوحة بعد لما تركت منزل أحمد السقا الكبير كان بيدور في ثلاث أماكن متواجد فيها العربية الأنتيكة اللي رجبتها مربوحة مع خطفها فخري وصل الكبير أوي لأول منزل وفتح له خاطف مربوحة لكن بشكل متنكر كأنه عجوز قاعد على كرسي متحرك وفي الوقت ده كان فادي أو حاتم صلاح موجود في الخارج بياخد صورة سالفي وكانت مربوحة فوق وهي مربوطة بتحاول تستنجد بيهم لما خرج الكبير أوي علشان يتوجه للمنزل التاني مسك الموبايل واسترجع ذكرياته مع مربوحة وهو بيتفرج على الصور خد باله إن مربوحة ظهرت في الصورة اللي صورها نفادي فرجع بسرعة وأنقذها وعبر ليها عن حبه اتأخرت عليها كبير حلدي أنا في الوقت اللي مناسب الحمد لله الحمد لله جدل ولطف ده كان هيسلقني عاش ولا كان ليسلقك الف سلام عليك يا حبيبتي ده كان هيسلقني قلت إيه الف سلامة لا اللي بعدها قلت ألف سلامة إيه مافكرش أنا هابتكر بخي دفتر في الحلقة التامنة من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي صهيب كان بيدور في الصحراء على شكلب أو أحمد عبدالله محمود خاصة إن أهل شكلب هيعملوا مشاكل كتيرة لو حصل ليه أي مكروه وفي الطريق بيعصر صهيب على رجل يعرف مين خطف شكلب فدفع ليه أموال مقابل إنه يوصف الرجل ده وفي النهاية عرف صهيب إنه شكلب تم تسليمه لابن الوالي وفي أول أيام عيد الأطحى خرج ابن الوالي من الصلاة وأحضر جنوده شكلب في قفص وتم زبحه أمام الناس اشتركوا في القناة لقاء جمع الجنرال الفرنسي مع حامد وطلب منه إن يرشد عن أصحابه وأثناء المحاكمة ما حضرش كل أهل القرية لكن الجنود الفرنسيين جمعوا الأهالي بالقوة وبدأت المحاكمة وصدر الحكم على حامد بالإعدام صافيا توجهت للجنرال الفرنسي وقالت له إن المحاكمة باطلة وظالمة وتجمع الأهالي وقدروا إنهم ينقذوا حامد قبل تنفيذ حكم الإعدام كنت لازم تسألوا عن الأرض دي قبل ما تيجوا تشوفوا تحنى فيها كم معتدي ودفلنا فطرق بها كم ظالم واللي ينصب ما شنقته قبل ما حكمته يبقى ما حكمته باطلة وحكمه ظالم كشفت الحلقة التامنة من مسلسل عملة ندرة بطولة نيلي كريم عن أحداث كتيرة مشوقة عبدالجبار أو جمال سليمان طلب من زوجته سكينة أو فريدة سيف النصر إنها تقرب من بنتها أنس أو ندا موسى وبلاش تصدها زي ما بتعمل كل مرة وبالفعل سكينة رحت لبنتها وكشفت ليها عن تفاصيل حياتها وقالت لها إنها كانت بتحلم تدخل كلية الطب لكن أخوها كان بيغار منها بسبب تفوقها الدراسي فاتفق مع مامتها إنها تخرج من التعليم وتتجوز من عبدالجبار وقالت لها معلش إن نفس أمارة بالسوق وهي ما قدرتش تنكر غيرتها منها لما بتشوفها ببلط الطب لكن في كل الأحوال هي بتحبها وفخورة بيها عايزة أقول لك حاجة بس أنت إذا عايش مني إن نفس أمارة بالسوق أنا كنت كل ما بشوفك رايح جاية قدامي بالبلط الأبيض واستمع في رجبتك بلاج يروحي مش عارف أنا فرحة ما بيجي والله غيرانا منك شاهدت الحلقة التامنة من مسلسل الصفارة للنجمة أحمد أمين رغبة شفيق أو أحمد أمين في ترك البلطجة والفتوانة وبيقول لولدته وداد أو إنعم سلوسة إنه خلاص مش عايز يكمل في السكة دي لكن والدته بترفض الفكرة وبتقوله إن الشغلانة دي خلت ليهم إيمة وسط الكل بعدها بيدخل شفيق أوتو بيتفاجئ بوجود نمر على سريره فبيفقد الوعي مباشرة وبيسترجع شفيق بالفلاشباك مواقف من طفولته وأوقات الضعف اللي عاشها في المدرسة لما كان بيتعرض للضرب والتنمر من الأشخاص الأقوى منه بعد كده بيتم استكمال أحداث المسلسل وبيصر شفيق على فكرته وبيبلغ أخو وجيه أو طاهد سوئي بإنهم هيبطلوا شغلانة الفتوانة ويفتحوا شركة سياحة جديدة لأن كار الفتوانة ده مش كارهم لا إذا كان كده بقى يبقى تيجي بكرة عندنا في العب قصدي في العزبة بتشوفيني وأنا قاعد مع المعلمين وهم جايين يقدموا فروض الولاء عطاعة يعني لو بتحب الحاجات دي إيه ده بجده وإنفة؟ ده إحنا هنعمل لك بكرة يوم على مزاجك لأفرس النهر إيه فرس النهر دي؟ إيه؟ شفيق هموت في البرمائيات شفيق الوقت وجيه تطلع بيفهم في مسلسل مذكرات زوج بدأت الحلقة التمنى بزهاب دكتور طاها عياد أو خالد الصاوي للمكان اللي موجود فيه رؤوف وقال له إن عارف مكانه من الأبليكيشن الخاص بتسجيل المذكرات وكمان سألوا على هدى أو جهان الشام شري وهنا عارف رؤوف إن مذكراته المسجلة وصلت لطاها ومحتفظ بيها في الحلقة التمنى من مسلسل جعفر العمدة وفقت مي كساب طليقة محمد رمضان إنها تتجوز من أخو إيمان العاصي وعدو طليقها محمد رمضان وقالت له أنا موافقة تتجوزني بشرط إنك تقول ده قدام الحارة كلها علشان أنا عايز أكثر جعفر العمدة قدام الناس كلها ولازم تحميني منه والحارة كلها تعرف إنك هتتجوزني بعدما العدة تخلص تدخلالي برجلك لعدها أنا تبا تبا تبا